للحوار الوطني ضرورة همة وفي دولة بحجم مصر نرفع شعار الوطن أولا الجميع كان حريصا على المشاركة في الحوار وكثة القضايا مطروحة وذلك بحسب المنصق العام للحوار الوطني الأستاذ ديارة شوان الذي نتشرف بالاستماع إلى كلمته الآن بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير على حضراتكم جميعا ولا أريد أن أرحب بكم في مكان أنتم أصحابه هذا المكان هو مكان الحوار الوطني الذي لا يكتمل ولا يبدأ ولا ينتهي إلا بحضراتكم جميعا ولو كان لأحد منكم نصيب أن يقف مكاني لكي يرى ما أرى الآن أرى الآن الأمة كلها أرى الآن هذا البلد كما يجب أن يكون هذا البلد المتنوع هذا البلد الذي أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن في كلمته وقال أن به من الغنى والاختلاف ما يجعل هذا البلد قادر على أن يفرز من البدائل المدروسة والملموسة ما يحقق لنا مستقبلا أفضل لن أرحب بكم ولا أستطيع أن أرحب لمن هم أصحاب المكان ولكن لدي بعض الكلمات تتعلق بالحوار وبمساره وبمحدداته أتمنى أن تحتملوني قليلا في ذكرها الشيء الأول هو أن هذه الدعوة دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني في 26 إبريل الماضي وهذا ليس كلاما مجاملا للرئيس وإنما هو واقع شاهدناه منذ 1952 منذ ثورة 23 يوليو لم يعرف هذا البلد حوارا من هذا النوع شاهدنا حوارات أخرى سابقة شاهدنا حوار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية عام 62 في عهد الرئيس عبد الناصر شاهدنا الحوار حول ورقة أكتوبر عام 74 و75 في عهد الرئيس السادات شاهدنا حوارا وطنيا في عهد الرئيس مبارك عام 94 لكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف المحددة المسبقا سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعا وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني ليس للرئيس عبد الفتاح السيسي حزب أو اتحاد اشتراكي كما كان في الحوارات السابقة الرئيس السيسي يدعى المصريين جميعا إلى حوار مفتوح حول أهداف يحددها المصريون الذين أنتم وحضراتكم تمثلونهم فهذا اختلاف جدي وجذري عن الحوارات السابقة أما عن محددات هذا الحوار وعلاماته أولا لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا طيارا شبابيا أو حزبيا معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر لا يوجد فرض واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار نعم هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشك فيه لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار وهذه هي أيضا المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا الأمر الثاني أن كل القضايا كما أشار التقرير الذي رأيتمه كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة لكنها قضايا المجتمع قضايا بناء الدولة الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدرتنا على تنفذها وبحسب وجهته أيضا وبالتالي لا استبعاد لأي قضية الأمر الثالث مكمل لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون لكل مننا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد في حوار وطني تطلع إلى مدكاه الرئيس إلى بدائل مدروسة وملموسة هذا الحوار ليس لتبادل الهجمات أو الاعتراضات من حقنا جميعا وعلى دينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجري في مصر وهذا حقهم ولكن الحوار الوطني متوجه نحو صياغة بدائل إما في شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون الأمر الثالث وكما ذكرت تقرير أنه لا اشتراك لفئتين من مارس العنفة وحرض عليه وشارك فيه أو من يرفض دستور البلد هؤلاء خارج شرعية الدستور وخارج شرعية الدولة وبالتالي هم ليسوا معنا في هذا الحوار الأمر الرابع أن مجلس أمناء الحوار الوطني اتفق بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبا وهي أنه لا مساس بالدستور المصري القائم الآن فالدستور تعديله أو تغييره مساره موجود في مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبي وبالتالي لا مساس بالدستور بل انصياع كامل لكل مواد هذا الدستور الأمر الثاني أنه السياسة الخارجية المصرية أهدافها متفق عليها بالإجماع وأدواتها الدولة المصرية تكتهد بكل ما تملك في كل التطورات الإقليمية وآخرها ما يشهد العالم العربي الآن متفق على أنه لا نقاش للسياسة الخارجية ثالثا الأمن القومي الاستراتيجي هذا أيضا هناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحوار فقط ولكن أظن من حضراتكم جميعا في كيف يدار هذا الملف من القوات المسلحة المصرية الأمر التالي وهو لابد من أن نوضحه بجلاء هذا الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية هذا الحوار هو شعب يتحدث هو ممثل كيانات مختلفة تمثل هذا الشعب تتحدث الحكومة مؤسسة دستورية لها احترامها ولا صلاحياتها ولها ما تقوم به من إجراءات وطريق محاسبتها مؤسسة أخرى هي البرلمان بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ فنحن الحوار الوطني ليس بديلا وليس حتى مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية هو بوابة لكي يوصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون ما يقترحوه من بدائل عبر مرورها أولا على السيد رئيس الجمهورية كما ذكره بنفسه أنه سترفع توصيات هذا الحوار إلى السيد رئيس الجمهورية لكي يتكرم إما بأحالتها إلى البرلمان لتقرر كقانون أو مشروع قانون أو إلى السلطات التنفيذية المختلفة لكي يتم إقرارها بشكل قرارات وبالتالي نحن نتعاون مع المؤسسات ولسنا بديلا أبدا لهذه المؤسسات الأمر التالي وهو أيضا مهم للغاية ويتعلق بأجواء الحوار وهذا أيضا جاء في كلمة السيد الرئيس وجاء في كلمة الزملائي هذا الحوار منذ أن بدأ وهذا جزء من مساره كان هناك من الضمانات ما يوجب نجاحه وهذه الضمانات كانت ضمانات موضوعية بعضها يتعلق بموضوعات الحوار بعضها يتعلق بتوازن هيئات الحوار وبعضها يتعلق بمناخ من الحرية مطلوب في هذا البلد وكان هذا المناخ تعبير عنه الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي عن بعض المسجنين بأحكام ولا أقول قد تكرمت سلطات التحقيق النيابة العامة وغرف المشورة والسادة القضاء بالإفراج عن قرابة 1400 زميلة وزميل ممن كانوا محبوسين احتياطيا وتكرم فخامة الرئيس باستخدام صلاحيته الدستورية بالعفو الرئاسي عن قرابة 15 مسجونا ومحبوسا هذه الإفراجات وأنا أؤكد أن الحوار سيسعى ويظل يسعى إلى استمرارها وبواتيرة أكبر وأسرع حتى يتحقق الغرض الرئيسي في تهيئة المناخ وأكثر من هذا ولكي أطمئن الجميع الحوار الوطني مطروح على لجانه وبإلحاح تعديل أحكام الحبس الاحتياطي في صورة تشريعات مقدمة ومخترحات مقدمة من عديد إن لم يكن من كل المشاركين والفئات المشتركة في الحوار فضلاً عن مجلس النواب المؤقر كما نعلم لديه مشروع قانون الآن في اللجنة الدستورية والتشريعية لهذا التعديل إذن التعديلات الهيكلية نطروحة أيضاً على الحوار فيما يخص هذا الملف مصار الحوار وأنا أريد هنا أن أجيب عن بعض النقاط السريعة نعم استغرق الحوار حتى هذه الجلسة منذ دعوة السيد الرئيس له عاماً كاملاً لكن هذا العام لم يضع سدى الحوار أمران الأمر الأول هو الحوار في ذاته والأمر الثاني هو جلسات الحوار استغرقنا عاماً في حوار يفتح أبواباً كما ذكرت كان بعضها مغلق تماماً وجسور بعضها كان مقطع تماماً وقنوات بعضها كان مزدود للغاية عام من الحوار عقدت فيه مئات الجلسات غير المعلنة مئات الجلسات بعيداً عن الكاميرات فضلاً عن 23 جلسة لمجلس أمناء الحوار وحده خلال هذا العام بنيت من جديد جسور ثقة لن نستطيع إقامة جلسات بدون أن تكون هذه الجسور مبنية هذا العام أظن أن هذه الوجوه الكريمة التي توجد أمامي الآن تعبر عن نتائج هذا العام من الحوار من حالة الحوار وليس من جلساته هذا العام لم يضع هباء الآن نحن على أعتاب جلسات الحوار التي ستتجلى فيها مظاهر هذه الثقة ويتجلى فيها هذه الصراحة وعدم وجود خطوط حمراء ويتجلى فيها أيضاً خروج مخرجات تشريعية وتنفيذية تريق بهذا البلد الأمر الثاني وهو أن جلسات الحوار كما ذكرنا سترفع للسيد الرئيس والسيد الرئيس سيشرفنا في حضور الجلسات النهائية كما ذكر الأمر الثالث أن مجلس أمنا الحوار وضع على عاطقه ونص في لائحته على أن كل جلسات الحوار علنية لن توجد جلسة واحدة سرية والإعلام مدعو منذ الآن لحضور كل جلسات الحوار التي سيعلن عنها قريباً للغاية وبجدول واضح وأماكن حضور واضحة وأيضاً موعيدة واضحة فنحن لا يمكن أن نجري حواراً في السر حواراً يخص الشعب المصري فلا يمكن أن نخفيه عن الشعب المصري الأمر الأخير أو قبل الأخير يتعلق بسؤال أن يطرح نفسه وهو يطرحه البعض ما هي ضمانات مخرجات هذا الحوار مخرجات هذا الحوار ضماناتها الأولى حضرتكم أنتم الشهداء وأنتم أيضاً الفاعلون وكل من سيدلي برأي أو يقترح اقتراحاً سيكون أمام الناس وهذه هي الضمانة الثانية الرأي العام معنا الرأي العام رقيب علينا وعليكم أنتم الذين تطرحون هذه البدائل وتدافعون عنها وإذا أخفيناها نحن مجلس الأمناء فعليكم بنا أمام الناس لا تتكركون في حالنا والأمر الثالث والمهم للغاية هو ضمانة السيد الرئيس التي أعلنها عدة مرات بنفسه وهو أنه سيتلقى من التوصيات والمقترحات ما يرى أنه صالح للتشريع أو للتنفيذ وسيأخذ به ولقد أعطى لنا مثالاً في أقل من 24 ساعة عندما طرح مجلس الأمناء الحلم المصري الدائم والقديم والذي تحقق فقط في دستور 2014 الإشراف القضائي الكامل على كل أنواع الانتخابات العامة في البلاد وهو الذي سينتهي بحكم القانون في عام 2014 وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية فجاء أن السيد الرئيس قبل مرور 24 ساعة بأنه وافق على المقترح وأعلن هذا على صفحته وأحاله للجهات المختصة لكي ينفذ إذن ضماناتنا في أيدينا يبقى فقط أن ندير حوارنا بما يليق بالشعب المصري الذي أتوجه إليه بثلاثة كلمات فقط يا أيها المصريون يا أهلنا يا ناسنا يلي في البيوت أنا بس عايز منكم احتلاث حاجات مش أكتر أرجوكم شاركونا ورأبونا واصبروا علينا شوي شاركونا ابعتوا أفكار كل اللي بيصلوكم أو ابعتوا هلنا بشكل مباشر رأبونا ما تسبناش في حالنا عبروا عن كل شيء ترون أننا قد يعني لم نوفق فيه إذا انحرفنا قليلا أعيدونا إلى جادة الصواب الأمر الأخير بما أن الحوار قضايا كثيرة ونحن ندرك همومك الأكثر أرجوكم اصبروا قليلا لا نقول سنوات الحوار لن يستغرق سنوات سيستغرق ربما أسابيع أو شهور قليلة لكن في كل خطوة نحقق فيها تقدما سيرفع لي السيد الرئيس والسيد الرئيس يتخذ من الإجراءات ما يلزم وأنا متأكد أنكم ستشعرون خطوة بخطوة بإيجابيات هذا الحوار بس كل ما نرجوه منكم أن تصبروا علينا قليلا الحوار جديد والحوار يستحق مننا الصبر وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا